تحياتي أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورت اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال حلقة اليوم بدنا نتكلم فيها عن مباراة برشلوني بنتوس لكن شوي بطريقة مختلفة المباراة حتصير اليوم وأنا كمشاجر اليوبي أكيد بدي اليوبي يفوز بس قلنا نحط هذا الموضوع عجل هاد الحلقة فيها رسالة للجماهير في الطرفة ونحاول نتعلم من التاريخ للحاضر الاثنين جايين بوضع مش كتير مريح نفسيا واحد خسران فيه ملعبه مع ريام مدريد ثلاثة واحد وواحد مش عارف يفوز على هلاس فيرونا فيه ملعبه متعادل معه إذن الظروف مش كتير مريحة للاثنين بس الرسالة للاثنين إنه كرت القدم مفيش فيها سحر مفيها يلا غير انجح وانتصر نادرا جدا هذي بتصير قائجوا مدربين جلبوا الفريق بيوم وليلة وتطوروا ومشوا بعيد لكن مش الكل قدر يعمل هي يعني حتى المدريديين بيذكروا إنه زيدان في بداياته للحظة خسارة أتلتكم مدريد في الديربي كان فيه شك كان فيه شي غلط فيه شي مش ثابت لعند ما قدر يوصل للتوليف اللي رحت جابت ثلاثة دورة أبطال لاحقا خلينا نروع برشلولا برشلولا مر بمرحلتين صعبات جدا قدر يرجع منهم فريق قوي جدا المرحلة الثانية اللي بتذكروها الناس كلهم مرحلة جوارديولا ولا العلم يعني الناس اللي إجت جديد في كرة القدم أو هيك بتفكر قوي جوارديولا ورث فريق منهار تماما قوي جوارديولا ورث فريق لعب نصف نهائي دورة أبطال أوروبا خسران بصعوبة بالغة جدا مع حامل اللقب لاحقا مان يونايتد وبهدف واحد بسه من صاروخي بعيد جدا لسكولز هذا لعب نصف نهائي كأس إسبانيا فعليا اللي بذكر تلك المباراة مع بلانسيا بيعرف أنه كان لازم لعب نهائي يعني لو لا جنون ضياع الفرص في ذلك اللقاء وأيضا وصيف الدوري فالفريق ما كان ذلك السوء وأيضا كان فيه لعبين كويسين يعني إيتد شافي إن يستا وأيضا كان فيه أكثر من لاعب وتم شراء دانيل ألفس اللي كان أفضل ظهير أيمن موجود ربما في أوروبا كلها في ذلك الموسم مع شبيل نتيجة هذا التركيب كلها جوارديولا إيجا مدرب فهمان ذكي عنده أفكار عظيمة حطها أيضا كانت الإدارة قوية جدا مستقرة متحدة مع اللاعبين قريبة من اللاعبين كل الظروف كانت متوفرة للنجاح لاعبين مدرب كان كل المطلوب يعيد الأنضباط بوحدة غرفة الملابس وانتهى الموضوع وشفنا الموضوع كيف صار بس المهمة المعقدة جدا كانت واللي أنا بشبهها بمهمة كومان أكثر اللي هي مهمة ريكارد ريكارد إيجا على برشلونة محطب 2003-2004 إيجا على برشلونة فعليا اللاعب اللي فيه ممكن ثلاث لعيبة أربع لعيبة مستوى سيئ جدا وهي ربما يعني أسوأ كرة قدم كانت تقدم قبل ريكارد لبرشلونة وحاليا كومان جاء بعد أسوأ كرة قدم قدمت منذ إيجا ريكارد إحنا بنتكلم عن فريق ماكل 8 سنة اللي هوش يكمن شهر يعني فمش بيوم وليلة حيصير سوبر ريكارد لما إيجا فعليا الرجل أخذ وقته يعني ريكارد في بداياته هدد بالإقالة بتذكر خسر مع بلانسيا ومع ديبرتيبو ورا بعض بالكام نو بدأ الكلام نو خلص حين قال وإيجا رونالدينيو أنقضوا بمباراة وبعدين كان كل ما بدين قال ها قلو ينقضوا رونالدينيو أو لعب تاني لأن ما قدر يخلق الاستقرار تقريبا يعني طول شوي لنص الموسم وخلص بالمركز الثاني الموسم الأول وكمل ما حقق نجاحات جوارديولا بس أسس لجيل جيد جدا قدر يعمل شي لاحقا لبرشلونة كان كثير لعبين بدأوا مسيرتهم معامل الشباب والناشئين وأيضا الرجل أعاد كرة القدم لبرشلونة حقق شيء أيضا جاب دور الأبطال فقال كومل تشبه مهمته يعني كومل جاء على فريق إدارته طائرة إيجا على فريق ميسي زعلان أهم لعب فيه زعلان دي السريك رجابون رونالدينيو هذا إيجا لقي ميسي زعلان وفريق مفكك فبقولش كومل المدرب الصح ما بقوله أنه حينجح بس بقول كل المنطق بالتعامل معه من باب العدل ياخذ وقت وبيهدو عمل فضيحة بالتبديلات مع ريال مدريد نعم المفروض يتعلم منها نروح على يوفينتوس يوفينتوس أيضا مر بتجربتين صعبات في الفترة الأخيرة يعني آخر 15 سنة تقريبا 2003-2004 الفريق عاش موسم سيء رغم أنه مدربه كان الأسطورة مارشيلو نيبي الفريق خرج في دور الأبطال من دور 16 مع دي بورتيبو ذهب إياب والفريق حلف المركز الثالث بالدوري وكان سيء جدا خلال الموسم يعني مين ما بده يغلبه كان قادر يغلبه صراحة جاب يوفينتوس أحسن مدرب في الدور الإيطالي كابلو وجاب له كنفارو كقلب دفاع وجاب له إميرسون اللي كان في وقتها في الدور الإيطالي أفضل قاطع كورات في الدور الإيطالي بلا منازع وجاب له واحد من أحسن ثلاث مواهب في أوروبا في ذلك الوقت إزلتان إبراهيموفيج يعني بيكون الخط جاب له صفقة مع خبرة كابلو الفريق قدر بالنهاية يفوز بالدوري مباشرة بس هداك كابلو واللي تم شراءه السوبرستار شو التجربة اللي بتشبه تجربة بيرلو أكثر تجربة كونتي تجربة كونتي جاء على فريق الناس يعني تتمنى أي شي تتمنى يروح لدوري الأبطال وهذا بفرقنا الإعلام بيرلو عليه ضغط يجيب لقب علي ضغط يروح بعيد دارو الأبطال لما إجى كونتي الناس ما كانت بدأ منه يجيب دارو الأبطال بدأ منه يتأهل على دوري الأبطال بس فما علي ضغور جاء كونتي الصفقات اللي إجت له بتشبه الصفقات اللي إجت تاليوبي لاعبين وعدين أسمائك كويسة بس ما صارت نجوم لسه بدك تشوفها على مستوى أكبر آه إجا في ذال من الليبركوزن بس جاي من الليبركوزن أكثر من لاعب إجا هون وفاحدة مراكز زي بيبيج يا كارين لعبين لسه بدك تشوف شو ممكن يعملوا له ومركنتي بفترة غريبة جدا يعني بداية الموسم حتى يوم ما في غلب اليوفي أعتقد أنتر ميلان في شهر اثنين أو شهر ثلاث لعنما استقرت النتائج لأن اليوفي قبلها كان يفوز مباراة يتعادل تنتين يتعادل مباراة يفوز مباراة بهذا الشكل لمستوى أن حد الآن بتذكر فيه أربع مباريات ورا بعض يتعادلهم فإلي صديق اسم محمد بياتي مستحيل أنسى مقالة إله كتبها ما معناه أنه لو خسرت مبارتين يعني هون أنه اليوفي ما كان خسران وكان يعني هو كونت دائما يدافع على لا يقسر في ذلك الموسم أنه لو خسرت مبارتين أحسن لأنه تتعادل أربعة لأنه فعليا حتجيب ست نقاط بدل أربع نقاط فكان فيه تذبدو برهيب أخذ الوقت للاستقرار شهر ثلاث لأنه اللي مطلوب في المشروعين يوفي أو برشلونة إصلاح ذهني مبدئيا يوفي آخر سنتين لعب سبع مباريات كرة قدم فقط واحدة منهم رونالدو لعبها مع برناردسكي أمام أتلتكو مدريد والباقي طبعا مباريات سيئة جدا آخر سنتين مع عليكري ثم ساهري الفريق ما لعب كرة قدم إلا مباراة هون ومباراة هون ومباراة هون ما لعب طبعا ممل بطيء بمعظم مباريات وهذا كله وبيرلو بحاول يرفع السرعة فالفريق بدهوا إصلاح ذهني الفريقين الفريقين بدهم إصلاح للاقة بدنية وواضح جدا يعني لعيت برشلونة الموسم الماضي على الدقيقة 60 كلهم برا الملعب الفريقين بدهم إصلاح ثقة بالنفس إصلاح ثقة بكرة القدم بلعب كرة القدم الفريقين يعني صار بينهم بين علاقة كرة القدم وعلاقة سلبية فالموضوع كثير بسيط بالنسبة للطرفين بده وقت هل هذا بيعني بيرلو مدرب صح؟ لا ما بنعرف هل هذا بيعني كومن هو المدرب الصح؟ كمان لا ما بنعرف واللي حيقول إنه صح ولا مصح حيطلع إما غلط أو صح ما فيش حدا بيقدر يضرب بالمندل حرفيا في هذا الموضوع لازم نصبر لفترة طويلة شهر واحد شهر اثنين حتكون المؤشرات اكتملت عندنا ونعرف هدول المدربين هل هم المناسبين لهدول الفريقين الكبار؟ ولا لا؟ وبتمنى نشوف مباراة حلو اليوم بين اليوبي وبرشلونة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة